أداب قضاء الحاجة يجب على المسلم والمسلمة أن يستطر من أعين الناس عند قضاء الحاجة وحواجبك أحقف كمسلمك أحقف كمسلمك أحقف كمسلمات إما أن يدخل الحمامات ويغلق الباب أو يستطر إذا كان في الصحراء في الفضاء يستطر بشجرة بسيارة بجدار بأي شيء عن أعين الناس أو يبعد إذا كان لا يجد شيء أن يستطر عن أعين الناس يستحب له قبل أن يدخل أن يقول هذا الدعاء يقول هذا قبل أن يدخل يقدم الرجل اليسرى عند الدخول وعندما يخرج يقدم الرجل اليمنى عند الخروج يقول هذا الدعاء يحرم عليه أن يدخل إلى الحمامات إلى الخلاء بالمصحف بكتب العلم بكتب الحديث يحرم عليه أن يتكلم بذكر الله بالقرآن والاستغفار لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قبلة ذا أمجه سنة لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفارا مثلا في الطريق تحت الأشجار تحت الظلال لا يبقى أن يكون هناك شيئا ومسلوش شيئا ويكون رفاضيا ويكون هناك صحابة النقدان لا يبول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري لا يمس ذكر بأمينه يحرم البول قائما إلا بشرطين الشرط الأول أن لا تنكشف العورة يعرف أنه إذا بال قائما لا تنكشف عورته الثاني أن يأمن أن الرشاش لا يرجع عليه رشاش البول وإنه أمن كي يهي فانينك كاذا إنه سأساو كسو نغنينه نعم لابد أن يختار مكانا رخوا ليس بصلب لقضاء الحاجة حتى لا يرجع الرشاش عليه لا يطيل البقاء الجلوس في الحمام وقت طويل لأن هذه الأماكن أماكن للشياطين وإنه سنآد ونحف ليس ننمسكولها أمام مالا حاجة الكوكذنيو محيّل ماشاس ومال عيدغان الشياطين والله أعلم